اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في وقت كبير جدا اننا طلع لعيبة استفادوا منها لعبوا في الدور الممتاز والفرق كبير اللي لعبت فيها وبعدين باعوها طبعا بفلوس كويسة ولعيبة كتير مش لعيبة قليلة منهم راحوا للزمالك والاسماعيلي واسموحة يعني لعيبة كلها كانت لعيبة صغيرة ساعدت على تطوير اداءها انها تقدر تلعب الدور الممتاز والحمد لله ربنا وفقني في الموضوع دا نادي النجوم حضرتك يمكن تجربة مختلفة شوية فريق ساعد من الدوري الدرجة التانية اكتر من مدير فني كان موجود اثنين مقربين فنيين واحد مصري واحد اجنبي وبالتالي يا كابتن تقبل المسئولية في الوقت الحالي اعتقد ان الموضوع كان صعب لكن مدير فني شجاع يعني تقبل تولي المسئولية وفي نفس الوقت بيقدي بشكل رائع جدا عايزة عرباها راكي الخبرات اللي استفدتها وقدنتوا تطبقها مع نادي النجوم وازاي قبلت انك تتولي المسئولية في الوقت الصعب دا لا طبعا انت انا قبل حوالي 12 سنة في موضوع التدريب طبعا خد خبرات في الدور الممتاز سواء التعامل مع اللعيبة واستاذ محمد طويلة مكلمني في التليفون روحت عادت معايا وكان راجل يعني صبرت معايا جامد وقال انت تمسك الفرقة وكان يعني طبعا متوسم خير الفترة اللي انا امسكها ان انا اشتغل بشكل كويس مع اللعيبة خصوصا اللعيبة كانت حيط طبعا اللعيبة هو التجربة بتاعته تجربة يعني يمكن محتاجة دراسة شوية ان هو كان مصمم ان الفرقة اللعيبة اللي هو مربيها في النادي وطلقت بالفرقة للدور الممتاز انها تاخد فرصتها كاملة حتى فوق في الدور الممتاز وتجربة اللي شايفها انها مفيدة فادت التجربة دي تجربة كويسة ما تقلش عن التجرب كتير اول لمستثمرين في مصر يعني من خلال اندي بس الحمد لله يعني انا شايف ان الفرقة اتحسنت وبقت كويسة وخصوصا برضو انا عايز اقول لك ان اللعيبة اللي موجودين لعيبة كويسة جدا وهيبقى ليهم شأن قدام شوية طبعا هيبقى ليهم اسامي كبيرة في الدور المصري وبرضو في نفس الوقت عنده قطاع من الشباب نشيئين وشباب لعيبة احنا اختار منهم ناس وماضينا معهم وموقود برضو ان هم هيبقوا موجودين ان شاء الله الفترة جاءت تتفرج عليهم لعيبة 2001 ولعيبة 99 ولعيبة 97 لا عنده قطاع هايل يعني عنده يعني زي ما بقولك يعني عنده لعيبة انا فجئت بيها يعني كابتن احمد يمكن حضرتك قلت جملة مهمة جدا قلت ان الرئيس النادي اصر على المجموعة اللي كانت موجودة في الدوري الدرجة التانية وصمم ان هم اللي يكملوا المسيرة هل حراك شايف ان هو ده العدل ولا لكل مقام المقال ان لعيبة الدوري الممتاز لازم يكون ليه موصفات معينة ولعب الدرجة التانية بيكون ليه موصفات معينة ولا هل كابتن احمد سامي يقدر ان هو يصخر اي امكانيات لعب كل قدم سواء في الممتاز او الممتاز به يعني حتى التطوير اداء دي بتاعت المدرب طبعا ولازه تبقى انت لازه تدوس فيها كويس ولازه تبقى درسها كويس عشان حتى التطوير الا edاء اللعيبة دي محتاجة مجهود كبير جدا خصوصا تطوير الا edاء اللعيبة من لعب الجماعي خلي ب��고 لكن مش تطوير الا edاء اللعيبة ان انا جاهز اللعيب بس لا من نواحي الفردية لا اللي اصعب ان انا اطوره من نواحي الجماعية عشان تباني ان هو اقوى انا شايف ان طبعا الفكرة اللي هو السيد محمد عملها ان هو صمم على اللعيبة تطلع منه ده فكرة كويسة جدا وفيه لاندية كتير جدا غلطة غلطة كبيرة جدا ان هي مشت اللعيبة اللي عندها كلها وجابت لعيبة معلش سوري كمان لعيبة لفت على اندية مصر كلها فانت وضعش استفاد منه بحاجة لانك انت بتجيب لعيبة هنا مشي في خمس ستة اندية ولها في خمس ستة اندية يعني بتشوفها يعني هي اللي خد التجربة دي نزل بسرعة لكن اللي خد تجربة اللعيبة يحتفظ بالقوام الفرقة ويطعم الفرقة بلعيبة خبرات مش كتير اه ما عنديش عمد صلاح امين فتح الله شرويدة يعني فيه تلاتة اربعة بس والقطاع الكبير هو شباب انا شايف ان دي فكرة هيلة وهي دي اللي مخلية البرضو الفرقة متماسكة يعني انا هزود على كلام حضاك كمان اللعب مش بيكون جاي محطة مش بيكون جاي يمضي موسم واحد يقدي فيه موسم كويس عشان ينتقل من نادي النادي هو بيبقى جاي عارف ان ده نادي عارف ان هو لو كسب هنا هيكون في مصلحته لو خسر هيكون في غير مصلحته طبعا يا كابتن يعني السن حراك صغير يعني اكيد حراك قريب من اللعيبة وفي نفس الوقت النتائج اللي احنا شايفينها انه واضح ان فيه علاقة جايدة بين حضاك وبين اللعيبة اللعيبة بتحب حضاك وتسمع كلامك في الملعب وده شيء مهم جدا واللعيبة تكون مقتنعة بالمدير الفني اللي موجود معاها ثانيا طبعا الجزء المهم جدا بالتطوير والشغل الفني داخل الملعب اه طبعا ده خلي بالك الحب مش كفاية برضو لازم اللعيب عشان يقتنع نعمر واحد ان انت بتقوله على نواحي وتحركات من الشكل الفردي والجماعي تساعده في الملعب لربان كويس أنت ممكن تبقى اللعيب يتدايق منك في التمرين ممكن اللعيب يتنرفز منك في التمرين يتخنق منك في التمرين بس بعد المتش بيشكرك غير ما تقعد للعيب تدلعه في التمرين وتخليه يحبك اوي في التمرين وبعد المتش بالعكس هيبقى ميتدايق منك اوي عشان خليت شكله وحشر وخليت سعره قليل اللعيب المصري عندنا مش في أجلب الوقت أو بكلم على النادي معين لا أتكلم عن اللعيبة بشكل عام يعني اللعيمة المصري عايزك تمرنه على مزاجه ويلعب في الوقت اللي هو عايزه الكلام ده طبعا مش موجود في أندية كبيرة لكن موجود في بعض الأندية ده مش موجود عشان كده انت بتشوف الفرقة النجوم مختلفة خالص عن الفترة الأولانية ومدمش تقليلا في المدربين الأولين لأ هي كانت اللعيبة محتاجة وقت في الدورة الممتاز عشان تبان بالصورة دي أنا طبعا اتكلمت مع اللعيبة أنتوا محتاجين قد إيه أنت بقى لك 18 ماتش بتلع في الدورة الممتاز يعني المفروض عندك الخبرة بقى عندك خبرة أن أنت قابلت كل اللعيبة وقابلت كل الأندية محتاج إيه فترة أكتر من كده فالحمد لله اللعيبة عندي مستجيبة واللعيبة بتموت نفسها في التمرين وعايزة دايما الأحسن فإحنا بنحاول على قد مناظر أن نقاتل نقعد في الدورة الممتاز وناخد مركز يعني كويس كمان قبل ما نخش مع حرك في الفنيات عايزة أعرف رأي حضرتك وتقييمك في بطولة الدورة الممتاز المصري هذا الموصي صعبة جدا من أصعب الدوريات اللي عدت من النقط فيه متشاط طبعا هيلة فنيا وفيه متشاط متبقاش هيلة فنيا أنا بتكلم عن تقييم الفنيا طبعا لكن في النقط لا فيه منافسة شرسة جدا سواء من نص جدوة للغاية تحت وفوق برضو لسه الموضوع ما اكتمالش المعجلات عشان تحكم في المنافسة يعني أنا رأي يا كابتن لو حالك في ظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي وكابتن سامي قدر إن شاء الله أنه هو يبقى بفرين نجوم أعتقد أنك يعني تستحق لقب البطل أنك تكون البطل والله خلي بالك أولا الحمد لله وكل حاجة احنا بنكتد ومشتغل وكل حاجة بس برضو أنا عايز أقول لك اللعيبة برضو اللي في النجوم طبعا لعيبة كويسة طبعا لعيبة كويسة جدا يعني طبعا يعني برضو أنا بكتد واشتغل بس الفضل برضو ما يرجع ليش أنا الوحفي يعني فيه ناس كتير سواء الجهاز الفني اللي معايا سواء برضو كريم حسن شحاتة سواء الإدارة وستاذ محمد وشادي الطويلة يعني بكله كله خلي بالك شغالين يعني أنا بحبش أتكلم أن أنا اللي بعمل وأنا اللي أسوي لا لا كلها هي منظومة متكاملة وإحنا كلنا بنحاول ننجح الفرق بكل الشيء برضو الفضل ما يرجعش ليه الوحفي طبعا لكبتن يعني المقولة الشهيرة وأكيد حدك تسألت السؤال ده قبل كده لكن عايز أسألولك بشكل تاني لو عندك لعيبة كويسة هل أي مدير فني يصلح أنه هو يقود لعيبة كويس ويحقق به نتائج ولا لو عندك مدير فني كويس وأي نوعيات من اللعبة يقدر أنه هو يشكلهم ويقدر أنه هو يقودهم إلى نتائج كويسة ده الأخير هل صح يعني لازم يكون مدارب كويس ممكن يشتغل مع أي لعيبة ممكن بإمكانيات مختلفة سواء إمكانيات عالية أو إمكانيات أليلة أو إمكانيات بسيطة ويطلع منه شغل يعني المدير الفني يا كابت أن نقدر أنه نحكم عليه من خلال لما يكون عنده إمكانيات أقل من فرق تاني لا بالعكس برضو يعني خلي بالك لما تيجي مثلا تقارن المدرب كويس أوي يشتغل برضو مع فرق إمكانيات أليلة موضوع صعب طبعا لكن 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 أنت تمسك فرقة كبيرة برضو موضوع صعب جدا ليه بقى أولا الفرقة كبيرة دي لازم تبقى أنت رجل مبدع في النواحي التكتكية لأنك تطلع حاجات بتشتغل على اتجاه واحد وهو المكسب فده صعب جدا برضو أنت بتشتغل على نتيجة واحدة لكن برضو لما بتيجي تمسك فرقة صغيرة آه بتحاول تشتغل معاه بس أنت بمقاش مطالب منك أنت تكسب كل المشاط يعني الموضوع فيه صعبتين مختلفين يعني يعني الأندية القمة كابتن هنا فيهم وفي الوسطة طبعا بس طبعا الأندية اللي فيها إمكانيات من عندها من الموارد البشرية اللعيبة كالعيبة يعني أن أنت ببقى عندك الفرايتي أن أنت تشكل وتلعب بطرق مختلفة وما بتاخدش منك مجهود من نواحي التكتكية لأنك ببقى عندك لعيبة لعيبة منتخبات لعيبة منتخبات هي دي اللعيبة اللي بتديك استمرارية في الأداء والنتائج لمدة أربع خمس موطشات وربعات لكن اللعيبة اللي هي ما لعيبتش منتخبات ومعندهاش الشخصية القوية اللي تقدر تشتغل أربع خمس ستة موطشات دي بتبقى موجودة في فرق الأقل هل جابتن شايفة أن قلة المواهب في الدوري المصري اللي بدأت أن احنا نشوف فيها ندرة مأثرها في شكل كبير على اختيارات المدربين في الفترة الحالية؟ المواهب من ناحية المواهب من ناحية المواهب من ناحية عندنا مشكلة في مركز رأس الحرب بالنسبة لمنتخب مصر عندنا مشكلة في ناحية الباكليفت في منتخب مصر عندنا بعض المشاكل اللي مش عارفين نعالجها غير بوجود بعض اللعيبة اللي موجودة باستمرارية سواء قدت كويس أو قدت وحش احنا ما عندناش مشكلة خالص خالص في المواهب يعني هل احنا شايف المواهب مصر لسه فيها مواهب كي طبعا بس عندنا مشكلة بس في حاجة واحدة بالكورة دلوقتي معتمد على حاجات معينة سيبك بقى مكوة والسرعة والحاجات دي انا بكلمك على النواحي الزهنية اللعيب المصري مش مثقف زهنية فانت بيطلع عينك من نواحي التكتكية والتكرارات في الملعب عشان يشتغل من نواحي الجمعية كل اللعيب بيبقى طالع من تحت عارف حاجة واحدة بس هي من الجحاء ما بيحاولش يطور من اداءه فانت كمدرب لما بيجي اللعيب دا يتصدم مع مدرب فاهم وعايز يطور من اداءه من نواحي التكتكية والتحركات بشكل جماعي دي موضوع لها شغل صعب جدا في الملعب فبيتصدم وبيبقى فيه مشكلة عنده بتعمل تشوك عنده في اداءه هي دي المشكلة اللي نقص عندنا في الدور اللعيب للدور المصري النواحي الزهنية والثقافة حتى خارج المرعب بيعمل ايه وبشتغل ازاي وعلاقته بينه وبين زميله في الفرقة بمكن تنعاكس ازاي هتقدم كرة حلوة ازاي وتشتغل بشكل جماعي ازاي وانت علاقتك بزميلك فيها نوع من مشاكل او طاطر فيه حاجات كتير قوي حاجات يمكن بتباني الناس ان هي صغيرة بس هي مؤسرة جدا في الكرة هل حالك شايف ان احنا كمصر عندنا امكانيات بس مقصرين في حق نفسنا؟ طبعا عندنا عندنا مشكلة في التدريب في مصر حتة تطوير اداء المدربين في مصر عندنا مشكلة فيها كان زمان كنت بسمع كان الكابتن حلم طولان كان بيحكيلي لما كنت شغال معاه وانا كابتن حلم يعني بقدره جدا وتعلمته كتير زي كابتن برضو عادل تايمة يعني عادل تايمة انا كابتن عادل تايمة انا بقدره باحترمه كتير واثر في شخصيته كتير لما كان مسكن يعني عندنا مشكلة كان زمان كابتن حلمي بيقول لي كان انتحاد الكورة ووزارة الشباب بيعملوا بعسات برا لبرازيل ويطلعوا بيناقوا حتى مدربين المنتخبات سواء النشيين او مدربين المميزين في كل سن بيطلعوهم بيعسات بيشغلوا دورات تدريبية برا مش هنا في مصر تفري كتير جدا ومعايشات برا فأثرت حتى خلت مدربين زي كابتن حلمي موجود زي مدربين امثال كابتن حلمي موجودة قعدت فترة كتير استفاد منها اللعيبة في الدورة الكلام ده مش موجود دلوقتي ما عرفش ليه انا ممكن اصرف على اجيب مدرب اديله عشرين مليون جنيه في السنة او خمسة عشرين مليون جنيه في السنة ما اطلعش المدرب ممكن استفاد بيه مستقبلا ووفر للدولارات دي كلها وخلي بالك احنا ما نقلش انا بكلمك انا بكلمش انا طبعا كل فئة فيها وفيها بس احنا ما نقلش كمدربين مصر عن اي مدرب اجنابي طيب ممكن اقولها لك بشكل فيه وقعية اكتر ممكن نقولها كابتن ان الاقتصار على عدد معين من المدربين اللي بيلفوا على قندية الدولة الممتاز واللعيبة سبب من الاسباب الكبيرة جدا في تأخر العملية التدريبية في مصر هي مش مشكلة المدربين خلي بالك هي مشكلة الادارات الادارات هي اللي بتختار هي مش مشكلة مدرب المدرب مش هيقولك انا مش هشتغل المدرب ده النادي ده بيمشي من هنا يروح هنا دي ادارات طريق تفكير ما هو خلي بالك حتة السيستم مش موجودة عندها كتير في مصر فانت بتصدم ان تبقى قرار شخصي من رئيس نادي او عدو مجلس ادارة او نائب رئيس مجلس ادارة هو اللي عايز يجيب المدرب ده وده عايز يجيب المدرب ده لكن لو فيه سيستم في اختيارات المدربين مش يحصل الكلام ده ويبقى فيه لوائح وقوانين ان المدرب ما يمسكش النادي فلسه هقول لحضرتك تؤيد اه طبعا تؤيد المدير الفني طبعا ما يدربش اكتر من فرقين طبعا زي اللعيب اللعيب ما يلعبش في فرقتين المدرب زيه ما خلي بالك انت ما تيجي كل مدرب يمسك فرقة خمس دقايق انت بتعمل ايه مع ادايا اللعيبة بتعملش حاجة خلص انت بتعمل اللعيبة مشكلة كبيرة جدا وبتعمل للنادي مشكلة كبيرة جدا كل ممكن انتقرارات دي هي مؤسرة جدا على مستوى اداء اللعيبة في مصر كمان يعني مورينيو يا كابتن كان ليه حديث من كام يوم وقال ان العرب العرب بشكل عام سواء الخليج او شمال افريقيا عندهم مشكلة كبيرة جدا ان الاجنابي بيجي بياخد الفلوس وبين البعض من الخبرات العرب مش بيعرف يستغلوا المدير الفني في تطوير لعبة كرة وقدم ايه رأيك في الكلام ده انا احنا البنامج في نفسنا كده يعني انا عايز اقول لك بقولك المدرب المصري ما يقلش حاجة انا بكلمك عن المدربين الموهوبين اللي موجودة في مصر ما يقولوش حاجة عن المدرب الاجنابي خالص خلي بالك المدرب الشاطر اللي بيبقى زي المخرج كده الشاطر بيبقى عنده تخصورات وتخيلات من نواحي تكتكية متمثلة في العيبة بامكانياتها انها يقدر يشتغل بيهم بسلسلة من التدريبات بسلسلة من التكرارات من التحركات انه يقدر يوصلوا للفكرة اللي هو مقتنع بيها او هو متخيلة هي كده يعني كان حتة اننا مقصورة للمدرب الاجنابي اه بص حلوة او التمرين اللي بيعملوا ده طب شايفة كده المدير الفني ممكن يعني مثلا على سبيل المثال اجاني مدير الفني منتخب نصر هل حدك شايف انه عنده القدرة او عنده المقدرة او لابد من اتحاد القرى ان يستفيد بخبراته في تطوير اللعبة ككل من اول مرحلة البراعم للناشئين للفرق لولا هذا مش لوجيك طب لو كل مدير الفني لو قسنا على كل مدير الفني موجود في نادي لو كل نادي مثلا زي الاهلي والزمالك ما بيستعينه بمدربين اجانب لو ساعد كل نادي على تطوير بعض الشيء كرة القدم او المنظومة اللي عنده هل ده ممكن يساعد شوية في تطوير كرة القدم او الثقافة اللي حكونا بنتكلم فيها يعني كلمة مثلا ييجي اقول لك مثلا ايه الاول يقول لك اصل مدير الفني بيلعب بطريقة في هذا لازم كل النادي يلعب بنفس الطريقة الكلام ده طبعا مش مصبوط كل مدرب ليه ابداعاته وتأثيره اه مدرب انا بشوف مدرب الدرجة الاولى ده بيشتغل ازاي ويبقى عند طريقة تفكير اللعيب اللي بيشتغل عندي في التحت في الناشئين او الشباب اه عنده النهو بتاع المدرب بيشتغل زودة حركاته لكن برضو كل مدرب ليه شخصيته كل ده تحركاته وكل مدرب ليه سانيريوهات بيشتغل فيها بالماتش ومواقف متغيرة يعني الكلام ساعات احنا بننقل الكلام حفظين مش فاهمين يعني الكلام ده مش موجود في اغلبية ان ديت بره حتى احنا بنقول كده الكلام ده هنا بس بننقله ان هو جاي من بره وهو مش جاي من بره كابتر حمد سامي حدك شايف ان المدير الفني اللي يطبق ويصمم على طريقته ولا او اي ان كان ايه ظروف ولا حدك شايف ان المدير الفني شطر اللي هو دايما بتعمل مع كل مباراة باسلوب مختلف عن المباراة اللي قابليها طبعا الجمود ده حاجة وحش في كورة ده لازم تبقى انت راجل مارين جدا مارين جدا من نواحي التكتيكية من نواحي الطريقة من نواحي التحركات من نواحي كل فرقة لها قوتها انت بتقبلها ازاي وبتشغل معها ازاي لا طبعا المرونة هي دي اساس في التدريب لكن الجمود ان انا بقى مصمم والكلام ده ده على المدى الطويل بيعمل فشل يعني كان احمد سامي حضرتك في المركز العاشر اربعة فوز تلاتة عادل واربعة زيم واحد وعشرين نقطة في المركز العاشر اعتقد ان يعني نجاح من وجهة نظريه وكمان كل الجمهور واضح وشايف ان فيه تطور لمستوى فريق النجوم عايزين نعرف بقى سر التطور وسر النجاح اللي حضرتك بحقق وبسم الله ما شاء الله عشان بس ما نحسيتش لا بس اواء خلي بالك انا يعني احنا برضو يعني كل الفرق في موضوع في خطة انت لو اتغلبت موضوعين ممكن ترجع تاني تحت كل فرق كده معرضة يعني احنا موجودين اه التنافس مع عشر فرق شغالين مع بعض لكن حتة ده اتغلبت موضوعين يأثره لو كسبت موضوعين تروح في حتة تانية خالص يعني العكس الدور صعوبته من كده لكن حتة انت بتشتغل حتة الشغل والاجتهاد وان انت دايما تحاول تبتكر حاجات تساعد اللعيبة ان هي تبقى مستريحة في الملعب وتباني انها شكلها كويس ده هي ده شغل الشغل ان انا احاول اخلي لعيب سيان مثلا بتحرك تحركات معينة تخليه استلم في مساحات يبقى هو مستريح يعرف يفكر وياخد قراره صح هي دي انه واحد تكتكال انا بتكلم عليها فانت دايما عايش ان انت بحفظ لعيبة دايما عايش تساعدهم في الملعب ان هم يبانوا ان هم كويسين ولما بانوا كويسين تدي فرايتي ليك لعيب ممكن يروح منتخب ممكن يروح نادي كبير ممكن يروح في حتة تانية ممكن يحترك برا يعني الكلام ده دايما انا بشتغل عليه ساكبت انعجبني ان حالك دايما بتفكر في اللاعب مش بتفكر في نفسك الاول لا بتفكر في مصلحة اللاعب بتفكر في مصلحته او مصلحة الفريق ككل وبعد كده بيجي النتائج اللي بعد كده سواء مصلحة الكابتن أحمد سامي أو مصلحة الفوز أو تحيي النقاط هل حالك شايف أن هو ده الصح اللي المفهول مدير فني يفكر فيه خلال وجوده مع الفريق طبعا ده ضروري جدا لو دي جيت اشتغلت بشكل تجاري يعني حاجات معينة صغيرة كده زي أي حد ما بيعملها يبقى أنت مش مؤثر هتناقى بتمشي على سطر وتسيب سطرين لكن أنت المؤشر بالنسبة لك هو أداء اللعيبة بشكل جماعي هو شغالية حتى لو بتتغلب خلي بالك لو بتتغلب وانت بتقدي بشكل كويس ده بيديك طمأنينة شوية كمدرب أو جهاز فني إن جاي آه ممكن الموتش دقع لعب مش موفق بيضيع فرص لكن كتوتل انت بتقيم الأمور كتوتل موطأ مش بالحتة يعني كرة لخدم في 2019 كابتن أحمد بالعلم رسمي طبعا هل شايف أن في بعض يعني بعض المدربين أو بعض المدارس التدريبية في نصر ممكن يشتغلوا بال يعني زي ما بنقول باللغة المصرية بالفهلاوة أو بالمخزون اللي كان موجود عندهم أو بالخبرات اللي كانت موجودة خلال وجودهم كلعيبة مروا مع مدربين مميزين وبالتالي بيحاولين إلى الخبرات ولا العلم في الآخر هو اللي بينتصر وهو ده الحال الطبيعي في كرة العلم وهو العلم ده أساس عشان يبقى منتفقين ده العلم أنت لو كمدرب ما عندكش العلم يبقى ما عندكش أساس تبقى التطوير يا كابتن العلم مع التطوير التطوير ده بيجي من إيه؟ من موهبة المدرب المدرب لازم يبقى عنده موهبة الموضوع مش عافية صح أنا مش جايب نظر مدرسة صح أنت بالزبط أكنك فنان المدرب ده أكنه فنان ليه حقا تصورات وليه تخيلات إيه هي الآليات اللي توصل لك للفكرة اللي أنت بتفكر فيها هي موضوع كله محتاج موهبة بس لازم يبقى عشان الموهبة دي يبقى فيها لها سقل لازم يبقى عندك عالم طبعا يعني يعني واحد من المدربين اللي بنتكلم عليه وما كين بنظر بيهم مثل أعتقد أن بيبجو عديولة يعني هل حراكت بتشوفه هل هو مدرب مطول لنفسه مدرب فعلا بيعمل الجديد لكرة القدم ولا تختلف مع الأراءة اللي تقول بيبجو عديولة مدرب عبقاري لا مدرب طبعا مدرب كبير هنا سكتر على تكشفين ومدرب لكن أنا بالنسبة لي بالزبط أنا عايزة أنا بالنسبة لي يعني أنا أنا دلوقتي أنا بتفرج أصلي يعني بقرأ مقالات المدربين كل ثلاث شهور فيه جديد في الكورة صح أنا بالجريني عنده أفكار فظيعة في الكورة يعني أفكار يعني أفكار يعني أنا بقرأ له ليه حاجات بيكتبها أفكار متطورة جدا في الكورة ويمكن جواردولة بياخد منه حاجات من أفكاره دي يعني بس جواردولة طبعا مدرب أثر كتير قوي في شكل الكورة في العالم صح بس دلوقتي الكورة بتاعت جواردولة في الاتجاه كله مش رايح لها يعني كورة جواردولة صعبة وعايزة كورة الأعيبة مختلف صح فكله مشتغل دلوقتي على دايرتبول زي كلوب كده بيشتغل دايرتبول كورة مباشرة وبيعتمد على عناصر معينة هي دي كورة اللي جاية تلاقي أغلبية العالم بيشتغل بيها لأنها ما بتحتاجش وقت ما بتحتاجش مساحات كتير من بداية الهجمة ما بتحتاجش ريسك كتير في مناطق في بناية الهجمة زي كورة جواردولة يعني مش عايزة روح بقى للكورة المصرية بس هنرجع للكورة المصرية كبس مباراة النجوم والمقولين الأخيرة حركة عدلته اتنين اتنين لكن كان فيه يمكن حدث غريب بعض الشيء إن كان فيه هدف حسب لنادي المقولين وبعد كده تم إلغاؤه حركة ليك كلام معي وقلتلي يمكن كلام مهم جدا مصراحة أنا يعني بشرح حركة على هو إن حركة قلت ولي قلت ولي دي لو 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 جون أو هدف تحسب لي وهو فيه لمسة يد أو في شك أنا هقولني لمسة يد عادي عادي لو الحاجة مغير مش هزعل لكن أنا أزعل إمتى لما أنا بقى مصمم وأتخانق وأقول يعني هي لما أكون فعلا لمسة يد وأنا صمم إن هي مش لمسة يد لا لا أية لمسة يد يعني أنا لمسة يد حتى أنا لا أنا ما شفتاش كويس خليك عشان كده أنا وقفت متفرج شوية وحتى الأحمد علي معدي قدامي أنا قلت له أحمد علي جات في يدك ولا ما جاتش في يدك فما أرضاش أقولي خلاص يبا جات كده خلاص فبين بس أنا برضو أنا شايف أن الكلام ده صح ولا الغلط جات في يد ولا ما جاتش جات في يد وخلاص حاجة محسابها ممكن آه يحسبها ويرجع فيها لو الناس قالت له المساعدين قالوا له متوع إيه المشكلة لأن أنا رجعت للصح وأنا بشكر الحكام جدا أنا طالما ما مشيتش الكورة وطالما ما صممتش على الإفرائي وما سمعتش كلام حد زي ما بيحصل في المتشاة الثانية ده هو ده هو ده الصح الحاجة الإيجابية يعني أنا لو كنت مثلا اتغلبت بالجندة كان مرضو هتبقى شكلها مش كويس صح آه يعني مرضو الحكم عمل الصح ده اللي أنا شايف طيب رأي حادتك في البيان اللي لجنة الحكام قالته النهاردة هقرأ لحضرتك والسادة المشاهدين وبعدين علق عليه ونعرف اش معنى بعد الحادثة دي طلع التقرير أو طلع البيان من لجنة الحكام أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري كرة القدم أن قيام الحاكم الدولي الكابتن محمد الحنفي بعدم احتساب هدف لصالح فريق المقاول اليوم خلال المباراة التي جمعته أمس بفريق النجوم ضمن مسابقة الدوري الممتاز تم بناء على التشاور الذي تم بينه وبين مساعده الأول عمر فتحي الذي أشار إلى أن الهدف تم إحرازه باليد حيث كانت زاوية الرؤية لديه مفتوحة للمرمى لكونه المساعد البعيد عن اللعبة وأضافت اللجنة أن حكام المباراة لم يراجع أي فيديو خاص باللعبة حيث أن تلك التقنية غير معمول بها في الملاعب المصرية حتى الآن كما أن أي معلومات عكس ذلك وردت في بعض وسائل الإعلام غير صحيحة بالمرة شايف البيانة إزاي كابت نحمد شايفه عشان بس الناس ما تفتكرش إن كله بقى يجري بعد كده يروح بصص على الإعادة ويداخر ناس قالت كتير إن حصل تواصل بين الحكم وبين الشخص كان بيتفرج على المباراة لا 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 أنا ما شفتش الكلام ده خالص حصل ما شفتش الكلام ده خلي بالك أنا ممكن يكون أنا نظري أقوى من نظرك صح وأنا وقف بعيد فأشوف أحسن منك صح صح أو لو تحسب وحلاك صرت بي بالزبط فأنا أقول لك أنا شايف إن الحكام عملوا ماتش كويس وكويسين نتيجة عدلة كابتن 2-2 ما بينك وبين المقولين ولا كنت تستحق المكسب لا أنا ما أقولش يستحق أنا ما بقيمش الأمور يعني أنا كنت كالنفسك صح النتيجة أنا اكتهد وكابتن عماد إن حاس اكتهد النتيجة طلع التعادل الحمد لله طيب عايزة أخذ حضرتك عندك وقت كويس تقدر تستعدي في المبارات نادي الزمالك اللي هتكون يوم 9 فبراير أعتقد عندك وقت كافي ولا لا نادي الزمالك فرقة قوية جدا طبعا نادي وعندها فرقتين يعني عندها لعيبة على أعلى مستوى وهم ماشيين دلوقتي أول الدوري فماتش صعب جدا يعني مش حدة فترة الاستعداد هي اللي هت لا هي ماتش صعب زي ماتش الأهلي زي ماتش برامتس زي فرقة دي هلا يكون فيه جابتن استعداد بشكل خاص هل ممكن يكون فيه معسكر لفترة قصيرة هل يكون فيه لا احنا ما بنعملش معسكرات يعني نعملش معسكر العادي اللي قبل كل ماتش بس ممكن هتبقى طبعا فيه مختلافات في النواحة التكتكية متقبل فرقة كبيرة يعني يبقى فيه طبعا تغيرات يعني من ضمن المواقف الطريفة في الدورة المصري أو المدربين اللي حظوهم وحش مع حركة تنطرق يحي فرقتين السموحة وبيتروجيت خسر من حضرتك المرتين وكنت السبب فيه انه هو يعني أنا سبب في حاجة بس أنا الناس مكتر يحي ده مدرب كبير جدا وانا على المستوى الشخصي انا اشتغلت معه مدرب عام قبل كده وبحترمه وبقدره رجل المدربين الكبار في مصر كون انه هو حصل ماتشين أعجب فيه أي مدرب ممكن يتغلب ما أنا باخسره وبتغلب طب أنا كابتن ممكن أخذها الطريقة تانية هل كابتن أحمد ثاني دارس أوي طريقة لعب كابتن طريق يحي وحافظ طريقة لعب أو مذكره ما أنا كسبت برضو ماتشاط يعني كسبت ماتشاط كتير كابتن ده في موسم واحد فأقل فأقل من شارين ماتشين أكابتن عادي ما هتجره جد وما أسمح واللعيبة مختلفة وكل عاجة مختلفة لا ما لاش علاقة طبعا نحن ندرس وبنحل الأداء قبل كل ماتش وعندي تقطيع الماتشاط وعندي إحصائيات للماتشاط اللي أنا بلعبها مع الفرق وبأشوف الأمور ماشية زي لكن برضو أنت محتاج توفيق من ربنا أن تعمل كل الحاجات الأسباب اللي تخليك تحاول تكسب وطبعا توفيق ربنا ده في الآخر الكابتن طريق أنا بقدره وبحترمه جدا يعني لو قلنا الطموحات فريق النجوم والكابتن أحمد سامي خلال الفترة اللي جاي ممكن تكون إيه والله يا بص أنا ما بفكرش كتير في الموضوع ده أنا النهاردة شغال بشتغل بكل قوة يعني أنا مش عايز أقولك يعني أنا لما بشتغل وامسك فرق بيبقى نومي قليل حتى بعد كده هيحصل ليه ده مش بتعدي يعني شايف هل ممكن يكون في بعض التدعمات الفترة اللي جاية ولا حادتك خلاص شايف ان السكواد أو اللعيبة اللي موجودين هم دول هتكمل بيهم لنهاية طبعا اللعيبة زيادة عن 98% هم اللعيبة اللي هتكمل بيهم عملنا تدعمات جبنا لاما كولين وجبنا ديدي كوريا اعارة من الاتحاد وجبنا طوس راس حربة من إيشجيريا وغباشي أيمن غباشي ده كان محترف بر رجعناه موجود تبع فرية النجوم طبعا في مركز في مركز أو مركزين في شرطة عندي فيهم وهو ده اللي هنحاول نجيب بديل كويس أخيرا كلام بيقال على مواقع التوصل التماعي والصحف والجرائد كابتن عصام الحضري في مفاوضات من جان المدى النجوم لضمه خلال الفترة القادمة هل الكلام ده صحيح ولا لسه مجرد اتفاقاته كلامه كابتن عصام الحضري ده قيمة كبيرة وإحنا بالنسبة لنا ياريت يبقى موجود بالنسبة لي كمدير فني ياريت حصل مفاوضات كابتن معا طبعا كلمته في التلفون بس يعني عصام أنا صديقي يعني كلمته ياريت تبقى موجود معا يعني حاجة أضاء الممكن الآيب اللي جاء دي ممكن يحصل مفاجئات من ضمام كابتن عصام الحضري ياريت ياريت بس لسه الكلام مفيش بقى من ضمن التاريخ لحراسة المرمى في مصر طبعا كابتن أحمد سامي شرفيه ناروتيني وساعدتك جدا بوجود حضرتك معا أنا معا بنا خليك طبعا عندك اتفاقة مهمة جدا مع واحد من نجوم تدريب في مصر الكابتن أحمد سامي فيها مهمته نتمنى له التوفيق فيها مع فريق النجوم نروح للفاقة الحوارية التالتة مع زميل العزيز زميل الشام ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة